بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم. النهاردة مش هنقول لكم هنقدم مجربة عظيمة. مش هنقدم مجربة قوية. مش هنقدم كزا. مش هنقدم كزا. انا هسيبكم انتم اللي هتجربهم وتحكمهم. بس رجاء اسمع الكلام بالزبط ونفذ حرفي. اه وانت هتشوف نتيجة هتعجبك ان شاء الله وهتعجبك ان شاء الله. واتكون مبسوطين زي ما تعودنا مع بعض. وقرابة النهاردة هتكون عن اه تفتيح بشرة الوجه. اه علاج الكلف. علاج النمش. شاملة كل دول. ومش الوجه بس كمان. كمان فيه او فيه عرض. يعني منطقة الكوعين. اه الرجبتين. اه اي 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 مناطق اه يعني اه غمقة في الجسم. اه بامر اللي مجربة النهاردة بتشتغل عليه. المكونات بتاعتنا النهاردة اه اول مكون فيهم اللي هي جوزة الطيب. جوزة الطيب يا جماعة هي من ضمن او من اهم او من عناصر اللي معروفة كتير جدا بالنسبة في عالم العشاب وفي عالم البهارات وفي الكلام ده. وبتدخل في خلاطات كتيرة وفي ويدها عظيمة للبشرة وريحتها طيبة. فاحنا هيبقى المقدار حبيتين او حبيتين من جوزة الطيب. في بعض بيسألني بيقول لي بقشر ومن غير قشر. هو القشر الخارجي الناشف ده لأ نكسره ونطلعه وبنطلع الحبة اللي في القل اللي داخلية زي كده. اما القشر الخارجي ده ما فيش مشكلة. طيب. اه ده احنا قلنا على حبيتين جوزة طيب. طبعا دول بيتطحنوا. علشان اطحنوا يا جماعة هيبقى صعب في المطحنة. فهبصة لايه ايه? تجلد كده او تبقى زي العجينة كده. فانا هنا هطحنطوم هنا في الفدية. وهنلاحز ان اللون هم مختلف شوية وحجموك اكتر. طب انا ليه? عملت ايه يا عم علي? علشان تطلع علينا ده وعملت ايه? يا بابا علي? عملت ايه? انا ضفطلها شوية من العنصر التاني كعوش بناشفة تقوم تساعد على ان هي تطحن وتبقى نعمة وتبقى هشة وما تكونش مجلد. يبقى حبيتين جزء الطيب قلنا عليهم. تاني حاجة ميت جرام من الدمسيسة. الدمسيسة يا جماعة هي اسمها دمسيسة في مصر. وده اسم تجاري له. هقول بعض الاسماء زي اه شجرة مريم او شيبة العجوز او الشنطار. انا جبت اسماء علشان رياح نفسي. عشان ما تقابلكوش مشكلة. يبقى انا قلت مجموعة اسماء. قلت اربع اسماء اللي هي الدمسيسة شجرة مريم. شبت العجوز او الشنطار. ما ما ملقتش اي دول انت عارفه في بلدك. بنعمل سيرش على جوجل وبنجيب ايه المكون بتاعها. هي عاملة زي ورق النعناع الناشف. اه يعني ورق ناشف. انا هنا مرفعه شوية. يعني طحنه مخففه شوية. يعني مصغر حجمه حتى عشان يبقى مضغوط عشان معاملية التخزين تبقى سهلة. لانا لو سبته على حاله هو ورق هايش يبقى حجمه كبير. فانا هنا ده آآ بيدي له فارم بسيط كده. ده تاني عنصر والدمسيس يا جماعة فوائدها عظيمة جدا للبشرة. احنا هنتكلم لكم حلقات كتير جاية ان شاء الله هنتكلم عن الدمسيسة واستعمالاتها بالنسبة للبشرة وللشعر ولكل حاجة في جسم الانسان. تالت عنصر اللي هو عسل الناح الطبيعي النقي. ويفضل اللي هو ايه يعني ما يكونش فيه اي اضافات يعني عسل يكون طبيعي طبيعي طبيعيا هيبقى نص كيلو يبقى حبيتين من جسط طيب ميت جرام من الدمسيسة نصف كيلو عسل. احنا بنعمل ايه زي ما قولت بنطحن الحبيتين مع شوية من الدمسيسة حتى انه بقى يقتلى معي والميت جرام بطحنهم اخلهم بودر بالشكل ده. وبجيب كل ده واخلطه على ايه على نصف كيلو عسل. بعد ما قلبه جيدا وبعد ما يتم الخلطة انا لا ما استعملاش في نفس اليوم. بتركها دي ما بتحطش في التلاجة ولا لا اي حقلص. هو العسل يعتبر مادة حافظة للمكونات كلها. بس سيبها برا يوم او يومين. بعد اليوم او اليومين ابدأ اعمالية الاستعمال. باجي على المناطق مسلا افترض ان فيه مناطق كوعين بقى فيه عندنا من استعمالات او من عدة المجدد او كده. في اه اجزاء صمرة هنا في الرجبتين في البشرة في كلف في نمش في المشاكل كلها بتاعة البشرة في البشرة بصفة عامة تعرضنا لشمس. فالغمقت فاحنا عاوزين اه يعني افضل او افتح شوية فبنستعمله على جميع اجزاء الجسم. حتى في المناطق الحساسة ولكن مش بالعسل هنبقى في مجربة لاحقا ان شاء الله هنبقى نتكلم برضو عن استعمالات. طبعا يقول انت بتقدم لها مجربات كتير في نفس الموضوع. انا بقى لكن انا بقدم خمات. يعني كل مجربة قائمة بذاتها. حتى احنا ما بقولش بديل لكزا يبقى كزا او ده او كزا لا لان كلمة بديل دي يا جماعة المجربة بتبقى قائمة وحدة في حد ذاتها. فاي تغيير في عنصر بيأصل. لان دي هنا مكونات مع مكونات مع مكونات تلات عناصر دول. بديني في النهاية منتج معين. بديني مفعول معين. فانا لو جيت تقول لي ايه بديل ده او ايه بديل ده? هقول لك ما نفعش وما بغيرش. ممنوع استعمال اي مجربة للحامل ولا المرضع او الاطفال الصغار الا تحت اشراف طبي. دي المعلومات اه او النصيح العامة اللي بنتكلم فيها. بعد ما بخلطه وعمله الاستعمال بيكون كالادي. لا يزيد عن يعني يعني لا يزيد عن تلات مرات اسبوعية. يعني مرتين او تلات مرات في الاسبوع وفترة الاستعمال هتبان في خلال فترة معينة ان شاء الله خلال اسبوعين هتشوف نتيجة ممكن مبكرة عن كده حسب الحالة. يعني واحد يقول لي هرق امتى? بقدرش اقول لك لان انا مش معاك. انا مش معاكي. انا مش شاف الحالة وصل غاية فيه. ممكن حالة بتخلص في ايام. وبتتزار نتيجة. في ناس من اول مرة بتبان معهم. بيكون لأ العمليها بسيطة. في ناس بتحتاج التانية بتحتاج التالتة. ممكن بتقعد لحين. المهم في النهاية الفترة العلاج ما يعني ما ما نحاولش ان هي تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين. اللي هي فترة الاستعمال. وقلنا ان احنا بنعمله قبل انهم اي مسكات اي حاجة انه فضل ان احنا بنعملها قبل الفترة الليل حتى ان احنا منتعرضش لدوق الشمس فيأثر ويعمل نتيجة عكسية في المجربة بتاعتي. احنا كده اتمنى تكون انا شرحت كل حاجة. ويعني اتمنى تكون يعني فيه فائدة لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.